نهاردة كالوس كيروش المدير الفني المنتخب مصر عبر حسابه على موقع تويتر وجه رسالة للاعبي منتخب مصر كانت كالتالي شباب مصر مع العد التنازلي اليوم الخامس علينا أن نصنع أو نضع الأهداف والأحلام قبل أي شيء لا يوجد مستحيل لا شك أبدا في أن فريقك مليئا بالشجعان الملتزمين الموهوبين أشخاص تقدر على تغيير المستقبل كلنا الآن متحدون ندعم منتخب مصر علم مصري في كل نافذة منزل قميص لمنتخب مصر في قلب كل مشجع مائة مليون مشجع معا على نبضة قلب واحد حلو الكلام راجل زكي رسيله حلوة بالمناسبة دي فكرة مش فكرة دي حاجة دايما مفروض تبقى موجودة تعالوا يلا تعالوا يلا مش مبادرة ولا توعية ولا بتاعها بس تعالوا تعالوا نعملها مع بعض يعني أنا أخرج من هنا هروح أعملها وعند بيتنا طلع العلم اللي موجود عندك كل واحد فينا غالبا عنده علم مصر في البيت طلعه وحطه كده قدام البلكونة قدام الشباك بتاعك وحط العلم وخلنا وإحنا ماشيين في الشارع كده بصين على علم مصر وعندنا الحماس وعندنا الروح كلنا يعني تعالوا نجربها عملناها قبل كده فاكرين في 2006 2008 و2010 كنا بنعمل الكلام ده على طول تعالوا نعملوا تاني هو راجل بيتكلم في الموضوع ده الكلام على تشيرت منتخب مصر تعالوا نمشي في الشارع ونتحرك بتشيرت منتخب مصر الناس بتعمل كده الناس في الامنتات الكبيرة في منتخبات كبيرة عالميا بيعملوا كده بيعيشوا الحالة بيعيشوها آه إحنا جونا جونا قلبنا وروحنا وأفكارنا كلها دلوقتي متعلقة بالمباراتين كلنا بدون استثناء بس تعالوا نترجم ده قدام بعضينا بقى تعالوا نترجموا بأفعال بأشكال بحاجات رمزية تعالوا يعني عشان نحس بس إيه لو لعيب ماشي في طريق كده أو لحاجة من منتخب مصر يعدي كده يشوف على بيت عالم مصر فيفكر يشوف الناس ماشية بتشيرتات منتخب مصر فيفكر الحالة دي حالة مهمة جدا أنه إحنا نعيش رسالة كالدوس كريوش النهاردة رسالة مهمة جدا للعيب منتخب مصر والأهم إنها رسالة مهمة للجماهير طيب